طبعا انا عايز اقول لستك بقى على معرض النقل الزكي وتقول لي ايه المذكرات اللي تم التفاهم بشأنها وهل في استثمارات متوقعة قادمة لمصر طبعا انا عايز اقول لستك بس يعني احنا الموضوع مش انشاء فقط ولكن بناءا على توجهات سهد الرئيس دايما توطين ونقل التكنولوجيا انشاء عدد من المصانع نهاردة بيتم الاعلان عن مصانع الفرنكات في ست مصالح سبع مصانع جديدة ست مصالح الفرنكات لأول مرة في مصر مصنع للقطبان السكك الحديد وخيرنا اقول له حياتك مش فقط لتحقيق الاكتفاء الزاتي ولكن لانها تكون مصدر للتصدير والعمل الأجنبية داخل الدولة المصرية وضع مصر على خريطة الصناعة العالمية في هذا المجال وخصوصا تفرد مصر بالصناعة ديه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط النهاردة بيتم تخصيص 300 ألف متر مسطح في شرق برسعيدة عندي منطقة في برج العرب للدخول اه يعني عندي هوندايرو تيم في تأسيس شركة نيرك شركة مصرية دخول في شركات مع هوندايرو تيم كأحد الشركات داخلها معنا في المنطقة الصناعية للخاصة بهذه الصناعات في 300 ألف اللي هي ايه للزبط الصناعات خاصة بالوحدات المتحركة بقى المونوريل والأرتي والمكتل كل الوحدات الخاصة وقطع الغير الخاصة تفاصيل كتير وقالات جر وكلاسي تفاصيل كتير جدا أنا عندي كمان المفاتيح بتاعت سكر حديد والإنشارات والمزلق كل تفاصيل والأجزاء اللي خاصة بالأجزاء الكهربائية داخل الوحدات المتحركة الكهربائية سواء كان بقى نزل متحرك كوندارو روتيم في شرق برسعيدة عندي إليستوم الفرنسية في برج العرب عندي الطالجو في كومو بروادي في فانسويف النهاردة وصلنا لمرحلة نحن بدأنا نحول ورش وزارة النقل الخاصة بسكر حديد لمصانع بتنتج وحدات وعربات بيتم تصدرها للدول الأفريقية دلوقتي على سبيل المثال والأس الحصر ورش كومو بروادي في فانسويف عند النهاردة بتنتج وحدات وعربات بيتم تصدرها للخارج يعني يكون إن يتم الاكتفاءة ذاتي النهاردة مصنع سيميف ولهها عربات تصنيع ووزارة الإنتاج الحربي المزلالات الإلكترونية كل ده طفرة غير مسبوقة بتحدث في مجال صناعة النقل فعلا على العرض المصر عايز أسألك على أنا شايف كمان فيه لونشات بحرية كمان الأوتوبيسات التردودي الأوتوبيسات الكهربائية الأوتوبيس العاصمة كل ده بيتم تصنيعها دلوقتي يعني كل ما هو ليه علاقة بمنظومة النقل سواء أوتوبيس أو بمكون مرتفع عايز أقول لحرك فيه بعض الأشياء وصل لمكون يعني محلي لتسعين في المئة عندنا خبرات حلوة يعني نهاردة إعادة تشغيل بيتم إلا أنا عن إعادة تشغيل شركة ناصر السيارات المصرية كل دي موارد أساسية عندي بيتم تعظيم السفلة منها بشكل كبير جدا أسألك على نقل البضائع اللي هو بيبقى قاطرة السكة الحديد في العالم كله يصرف على نقل الركاب إحنا وصلنا لفين في الموضوع ده إحنا عندنا إمكانيات كبيرة في المسألة دي طبعا يعني أنا نهاردة بصنع في الهال العربية التصنيع وده تم عرضه في مؤتمر النقل الزاكي عربات الغلال والبضائع اللي تم تصنيعها في الهال العربية التصنيع للحفاظ على الغلال وخلنا أقول حردك الصورة كلها مرتبطة مع بعضها البعض مشكلة الغلال والحبوب والأمح النهاردة أنت بتعمل مشروعات قومية للصوامع الخاصة بالأمح إزاي بقى تحافظ على النقل من المصادر للموارد سكة الحديد ده أعظم حاجة للحاجات دي أعظم العربيات اللي في الشارع ومن المراكب ومن كله هو السكة الحديد بتتحمل أحمل أعلى وبتخف الأحمل على طرق الكلام وبعدين محافظة على سرعتها وتوقيتها وصرعتها يعني القطار واحد ممكنش قد أكتر من عشر عربيات نقل فلا بخف الحمد على الطرق عايز أقول حردك في الفترات السابقة كان حصل تقليص لأدوار بدال النقل الموجودة فما كانش فيه عندي غير بديل واحد بس هو نقل على الطرق ده أدى إليه أدى أن أنا لازم أسمح أو أخفل الطرف عن الأحمل القانونية اللي مسموح بيها عشان أقدر أخف الضغط في المواني أنا النهاردة وصلت السكة حديد عملت ربط من كل المواني مع بعضها لبعض الخط الرابع للقتار القربائي السريع اللي هيوربط بين بورسعيد لغاية الأسكندرية مرورة مدنيات كل المواني البحرية على البحر المتوسط الربط بين السخنة الأسكندرية لمارسة مطروح مرورة بجربوه كمينة جديد تجاري على البحر المتوسط كل ده الهدف منه تحسين الخدمة المقدمة تخصيص حرات للنقل خرصانية لتحمل أحمال أعلى ومعدل تقرر أعلى ده عارف شفته فين في الطريق بتاع السخنة طريق الجديد بتاع السويس زعفرانة في حرات معمول لها طبقة خرصانة تخني كده عشان تبقى للنقل بس بالضبط هي حرات مخصصة لعملية هنا لتحمل أحمال أعلى ومعدل تقرر أعلى خلني أقول لحرطك أن معمولية التطوير لسه ما انتهتش والنهاردة عندي ميناء شرق برسحية تخذ أحسن عاشر ميناء على مستوى العالم سبق هون كون آخر حاجة عشان فاضلي دقيقتين بس عايزة أعرف ما كشفت عنه الوزارة في القطار الكهرابي من دور للقطاع الخاص لأن دي نقطة مهمة جدا من العالم كله بيشتريتها دلوقتي نسبة وجود شركات القطاع الخاص في منظومة تطوير النقل في مصر بيتم الإعلان عن الشرقات سواء داخلنا أو خارجينا عندي في الإنشاء عن المعرب وقرسكم والسويدي داخل في عملية الإنشاء عندي بيتم الإعلان نهاردة عن الدخول في شرقات لإتمام المراحل المتبقية من الLRT سواء الوصول عشر من رمضان أو استكمال خط الوصل على صناعة دراجة جديدة أنا بقول لها حارتك مصر مفتوحة لدخول في شرقات مع كبراءات شركات العملية بتتسابق للدخول النهاردة في السوق المصرية يعني فيه مذكرات تفاهم كتيرة بيتم أعمالها على هامش المقتمر بيتم الإعلان عن أفكار كثيرة يعني النهاردة وزير النقل لم يعلن عن فكرة التوبيس البرمهائي إنه يبقى ممكن يبقى يعني كان عندنا جزء في آه يعني فدي كلها خلي بالك من جوزه كان مصورين في الأوتوبيس النهري الجميل ده لا ده الأوتوبيس البرمهائي ده ده هيمشي في البر وممكن ينزل في البر آه ده هو نفس الوحدة آه يعني ده دي وفيه آه يعني أنا عايزة أقولي ساتك فالنهاردة أنت ما فيش سقف التحقيق كل الطموحات وكل ما تطلبه الأمور على أرض الواقع في دول مصرية شكرا جزيلا فانترفتنا شكرا جزيلا دكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الدكتور في كورية هندسة جامعة ببانسوير في تخصصات مواني مطارات نقل طرق شكركوا مشاهدينا بكرا إن شاء الله حلقة جديدة